أطلقت قيادة العمليات المشتركة عمليات أمنية في بغداد وعدد من المحافظات بحثا عن الأسلحة غير المرخصة وقال الناطق باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي الخميس إن عملية أمنية انطلقت في محافظة ديالة وأخرى في محافظة كاركوك فيما شهدت نينوى عملية أمنية أخرى لتفتيش قرى غربي المحافظة الخفاجي أضاف أن عملية رابعة انطلقت في محافظة ميسان فيما شهدت مناطق شرقي بغداد عملية مشابهة استهدفت جميعها نزع الأسلحة غير المرخصة والقبض على المطلوبين ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الأمني معنا الجبوري سيد معنا أرحب بك معنا جدوى انطلاق عملية أمنية في أربع محافظات بعيد عمليات البصرة ومحافظات جنوبية أخرى لنزع الأسلحة ما الجدوى من ذلك؟ طيب يوم كست زينة والسادة المشاهدين حقيقة دخول العمليات إلى الحدث ميدانيا وبداية خط الشروع منذ بضعة أيام كما بدأ في بغداد ومحافظة البصرة هذا غير العمل مفصليا مرحلة مكافحة الإرهاب محاسبة الخارجين عن القانون السيطرة على السلاح المنفليت القاء القبض على المطلوبين والهاربين وبالتالي فرض حالة أمنية جديدة لم نألفها من الحكومات السابقة أن تدخل ميدانيا بهذا الزخم خصوصا أن الوضع الأمني بات يهدد مستقبل العراق كما هو معلوم وهناك انتفاضة عارمة كانت تطالب بفرض هيمنة الدولة وبفرض سيادة القانون وبالتالي إعادة الهيبة أيضا إلى القوات المسلحة العراقية على هذا الأساس هذه تعتبر خطوة نعم ولكن العمليات التي انطلقت شرق العاصمة وأيضا في البصرة والمحافظات الجنوبية تهدف إلى نزع الأسلحة وعدم اندلاع مشكلات بين العشائر بناء على ذلك يعني عشائر من ذيقار تحدثت في بيان لها عن عدم رضاها عن هذه العمليات وأنها لن تسلم هذا السلاح هل من الممكن أن يصطدم الكاظمي بسلطة عشائرية في المناطق الجنوبية بقوة القانون وبفرض القانون لابد من تحييد هذا السلاح أي سلاح خارج سيطرة الدولة سيدتي هو سلاح ينتهك القوانين ويعامل معاملة الإرهاب سواء كان لدى العشائر لدى الميليشيات لدى الأفراد أيضا لابد من أن تضع الدولة سياستها وسيطرتها حتى على العشائر إذا كانت هذه العشائر طبعا لنستثني حتما العشائر التي تحترم القانون والتي هي عبارة عن مؤسسات مجتمع مدني تخدم الناس تخدم المجتمع إنما شاهدنا بالفترات الأخيرة كثير من العشائر تتحاور بلغة السلاح حتى وصل الحد إلى السلاح المتوسط والثقيل هذا يعتبر حقيقة إرهاب في تهديد السلم المجتمعي تهديد الواقع الأمني في العراق سيد معه ولكن هذه الأسلحة بحسب مراقبين لم تستطع الحكومة من السيطرة عليها نتيجة لإخفائها من قبل مالكيها وذلك بسبب معرفة موعد انطلاق هذه العمليات هذا حصل حقيقة يعني رباك في المشهد عندما حدد موعد من قبل أحد القيادات بأنه ستنطلق العملية في الساعة الفلانية ولكن ستزينة ويعلم المشاهد الكريم هناك تعاون كبير من الشارع العراقي من المواطن العراقي المواطن الآن هو الذي يدفع ثمن هذا السلاح المنفلت ويدفع ثمن غاليا للعمليات هذه العمليات التي تحدث بين العشائر ويقع ضحيتها المواطنون إذن الآن العمليات التي تجري هي عمليات مباغتة عمليات بعيدة المدى مهما كان المواطن أو هذا الفصيل أو هذه الميليشية والعشيرة تحاول إخفاء هذا السلاح وتحاول إبعاده عن أنظر المسؤولين لا يمكن أن تعيش لسنوات طويلة خارج ملاحظة القوى الأمنية والمواطن عندما يكون داعما لهذا الجهد التي تقوم به القوات المسلحة العمليات التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة هذا اليوم في أربع محافظات من هذه المحافظات ديالا وكركوك ونينوى طبيعة المواجهات الأمنية في هذه المحافظات لردع عناصر تنظيم داعش أو الخلايا النائمة تختلف عن السلاح المنفلت والمواجهات التي تحصل في الجنوب ألا يعتبر ذلك تشتيت للأجهزة الأمنية هذه المنطقة التي تفضلت بها وتشمل جبال حمرين ومكحول والجغرافيا هذه الوعرة نسبيا نعم هي تعتبر حتى هذه اللحظة بيئة يتحرك من خلالها داعش بالدرجة الأولى وطبعا عندما تتوفر المعلومة الاستخباراتية سيد زينة لن تتردد الحكومة والقوات المسلحة طبعا هنا جهد الأمن لن تتردد في القيام بعمليات عسكرية مباغتة ونوعية لضرب داعش ولضرب مقراتهم ومضافاتهم وأكداس العتادة التي يمتلكونها لذلك نحن نمتلك أكثر من مليون منتسب أمني وعسكري في القوات المسلحة والجهد العسكري في العراق لذلك العمليات ممكن أن تقوم على أكثر من محور وسبق أن تمت في عمليات تحرير المدن كما تتذكرين ومن هنا كنا نوعز دائما إلى أن نستعين بالتحالف الدولي الذي كان يقدم القوة الجوية لمساعدة العراق الجهد الاستخباراتي والتدريبي واللوجستي سريعا بعد الحديث عن تخفيض عدد القوات الأمريكية هل من الممكن أن يؤثر ذلك على جهد مكافحة الإرهاب سريعا جدا لا لا يمكن لأن العراق لا يحتاج إلى كوماندوز من الأمريكان لمساعدته كما ذكرت يحتاج القوة الجوية الجهد الاستخباراتي والدعم اللوجستي والتدريب والسلاح والعتاد هذا التعاون هو الذي يوصل إلى الهدف المنشود ومتنى كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير الأمني معنا الجبوري شكرا جزيلا لك على الحضور شكرا